اشتركوا في القناة كل اسئلتهم النهارده يا نور مظبوط يا رنع النهارده احنا مخصصين فقرتنا عشان نجاوب على كل اسئلتكم اللي بعته لنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحت الطبيب بالعربي مع ضفنا اللي بينورنا النهارده دكتور هاني سروة خبير العناية بالبشرة والشعر اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بيكم يمكن يا دكتور فيه كم من الاسئلة كبير جاي لنا فهنجاوب يعني نلحق نجاوب على اكبر كم بإذن الله طيب فيه سؤال من شايماء بتقول ان هي عندها 19 سنة بشرتها مجهدة شكلها زي ما يكون تعبانة دايما عاوزة تعرف حل سريع علشان هي مش عايزة تعمل ميكاوب كل يوم وهي رايحة جمعتها اولا شايماء ما بتشربش مياه كتير وده حاجة من الزباب الرئيسية اللي بتكلية بشرتها عاملة كده تامي اسمها اسماء شايماء شايماء بتاكل فاست فودز كتير كتير طبعا وده باين جدا على بشرتها خلاص فعندها مشاكل في العظم عندها مشاكل في اللي معايا عندها مشاكل داخلية داخل الجسم لازم اولا تزبط موضوع الاكل ده مبدأ ايا ثاني حاجة لازم تشرب مياه كتير جدا 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 علشان الدنيا تبتدي تزبط والنظرة تبتدي تباين في بشرتها وهي بتعمل ده نبتدي نستخدم حاجة زي جنين الامح المسك بتاع جنين الامح عشان يبتدي ساعدي يبتدي يتخلص من الخلايا الميتة والجفة عشان يحاول نواة يخلي بشرتها تبقى احسن شوية يعني كنت تكون حالتها قريبة من الحالة دي اللي معانا دي مسلا لا اعتقد اللي انت بتكلمي فيها الحالة اصعب شوية من دي يعني اصعب شوية من دي لانت بتقولي بتقول ان هي دايما شكلها تعبالي مجهدة او مجهدة يعني دي حالة اولمست بسيطة شوية تسلمنا معها جنين الامح وبعد فترة ابتدت النتيجة تبقى بالشكل اللي انت شايفها ده تمام لان الامح مع استخدام المياه يدي نتيجة سريعة الكيس دي مثلا لو احنا قلنا عدد المرات بقى وفترة قد ايه دي هتاخد وقت شوية على ما يبتدي يبقى فيه نتيجة لان كل ما الاجهات بتاع البشرة يزيد كل ما هتحتاجي فترة من العلاج اطول اطول طيب دكتور عفاف بتقول أنا عندي 33 سنة عندي مشكلة ان المنطقة اللي حوالين شفايفها غمقى عن باقي وشها مع العلم انها بتحافز على بشرتها وبتاكل اكل صحي ممكن يكون ايه الحل مع اساسا؟ اولا لا طالما فيه اسمرار او غمقان في الجزء اللي حوالين الفم ده معناه ان بيبقى فيه اكل برضو غير صحي كتير تمام فهنحاول ان احنا نعدل من الروتين اليومي بتاع الاكله في نفس الوقت هنبتدي نستخدم حاجات زي جنين الامحة كمسقاط ونبتدي نعمل لها apply على الجزء اللي فيه غمقان وكمان يبتدي نعمله apply على الجزء كله بحيث ان هو يبتدي يعمل refreshment ويخلل شكل البشرة healthy اكتر ويحافظ لي على الوان البشرة ويبتدي يوحد لي الوان البشرة ده بسبب ان الجنين الامحة زي ما احنا قلنا في الحلقات السابقة ان هو فيه anti-oxidant اللي هي مضادات الاكسادة اللي هي بتساعد ان هي تزبط وتعمل اتزان في البشرة وخلايا البشرة اولان البشرة طيب فيه سؤال من نسرين بتقول ان هي بعد الحمل والولادة والشهر بقى دركته اغمق عن زمان مش عارفة ايه السبب وجربت مسكات كتير وبتقول انه مفيش امل بعد الحمل والولادة اثناء الحمل بيحصل مشاكل كتير جدا في الجسم في البشرة وفي الشعر في العضايا الداخلية لان بيحصل بيسحب الجسم بيسحب كل المواد الغذائية الموجودة وبيديها للجنين طمام طمام فهي بعد الحمل والولادة هي مفروض ان هي محتاجة ان هي تبتيجة ترجع التعدل من النظام الغذائي وتبتيجة تركز قوي على الحاجات اللي فيها فيتامينتز ومانيرلز طمام والسرطي دي مثلا لو اخدت جنين الامح انتك يعني فيه جنين الامح بيتاخد بيتشرب طمام ديها نتيجة كويسة جدا 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 في فترة قصيرة طمام طمام ان احنا لو بتدينا نعمل ابلاي بجنين الامح على البشرة زي الصورة اللي احنا شايفينها طمام بخلال شهر بالزبط شهر بالزبط هتلاقي النتيجة زي ما انتش شايف هي قردي بعد ما بتعمل الابلاي لاجنين الامح على البشرة وبعد ما بتخسله بتلاقي نتيجة بتلاقي البشرة بتادي تتلمعها شوية بتادي تبقى شكلها صحي اكتر بخلال شهر بنوصل للنتيجة اللي انتو شايفينها دي ببساطة جدا 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 وبردو برجع تاني بقول شرب الميا لو ما بشربش ميا مهما عملت للبشرة البشرة مش هيحصل فيها اي تغيير تغيير طيب دكتور هالة عندها مشكلة ويمكن بنشوف مشكلة هالة دي كتير وفي بناك كمان سنة صغير بتقول ان هي ايديها اغمع من وشها وشكل ايديها مكرمش كأنها عجوزة مع انها عندها 27 سنة وهي مش عارف تعمل ايه والمشكلة بيمكن دي برضو اللي بتبقى شائعة ان هي خطوبتها الاسبوع اللي جاي دايما ان البنات بتيه متأخر المشكلة ان الناس دايما بتجيهنا متأخر ليت هيا واعزيني بسرعة طبعا ده واضح ان احنا يعني ما عندناش تكنيك معين وما عندناش سيستم معين او روتين معين للعناية بالبشرة وده شيء مهم ان انا عمله دايما خلاص لو انا دايا فيها مشكلة والوانها مختلفة عن الوان البشرة ده معناها ان اليد بتتعرض للشمس فترة طويل اكيد فمحتاج ان انا اولا يعني ابتدي استخدم حاجات مسكات على اليد وكريمات على اليد ان هي تحافظ لي على البشرة من الشمس تبقى سان بلوك يبقى انا محتاج اولا انا ابتدي اتخلص من البشرة السودة او الطبقة السودة اللي موجودة ونستخدم جنين امح ويديني النتيجة دي بشكل كويس قوي وفي نفس الوقت يعمل لي ترتيب وفي نفس الوقت لازم اجيب سان بلوك طبعا مع اكتر السان بلوك الموجودة وابتدي عمل لها ابلاي على الجزء اللي انا قردي بيتعرض للشمس دايما ده دايما بيبقى من السواءة البنات اللي بتسوء بالشكل ده علشان يبتدي اللون يرجع يتوحد يبقى زي وزي لون البشرة تمام طيب في سؤال من امن بتقول ان هي عندها هالات سودة غمقة جدا وبتقول ان هي مشوها شكل عنيها النفسها تخلص منها عايزة تعرف ايه الحال ما بلاش الحالات السودة كان المتعرف عليها ان هي بتبقى related بالارهاق تمام بنسبة تسعين في المية الحالات اللي احنا بنشوفها دلوقتي ما بتبقاش related بالارهاق هي بتبقى مشكلة في الاسكان للأسف الشديد عندها نقص في الكلاجين بنسبة عالية جدا لو شافنا مثلا دي الحالات والتجعيد البشرة فيها رينكلز كده وفيها خطوط زي ما احنا شايفين البشرة مش نظرة وعايزة تتغزة محتاجة غزة فلو ابتديني نعمل apply لحاجة natural خلاص في الجزء ده هيديني نتيجة زي اللي انت شايفينها نتيجة دي في خلال شهر جميل يعني خلال شهر تختفي خالص كده مدق سيارة يا بطبر مدق سيارة لان دي حاجات natural نتيجتها كويسة جدا نتيجتها اكتر من رائعة عكس الحاجات الكاميكالز اللي منبتدي نستخدمها بتبقى موجودة في الصيدليات بشكل او باخر منبتدي نعمل apply ولو ما استمرتش عليها ترجع تاني وتاخد وقت طويل وتاخدها طويل جدا ومحدش بيستمر عليها للأسف الشديد نادرا ما حد يستمر عليها فاتر ان انت ترجعها تستخدمي بقى والحاجات اللي هي already بتزود البقع السودة اللي موجودة في البشرة عشان تداري عيوب البشرة فللأسف لو احنا استخدمنا حاجة زي جانين الامح مع كيس زي كده هتجيب نتيجة معها كويسة يعني امل تستخدم جانين الامح للغمالان اللي حوالينا عينينا ده هتجيب لها حل كويسة نتيجة كويسة هو already جانين الامح الماسك ده فيه حاجات تروع على ان هو فيه كل حاجة الجلد محتاجها مم وكمان ناتشرال مفهوش كاميكالز والجزء اللي حوالي العين السمك بتاع الجلد خفيف شوية خفيف شوية فلازم استخدم حاجة يعني ما يكونش فيها كاميكالز وتكون ناتشرال مم فجانين الامح يديكي كل الافاكت اللي انت عايزة مثلا فيه كيس زي كده لو بسطيتي تحت العين هتلاقي فيه زي رينكل كفيه خط كده تحت العين والبشرة لونها جاب شوية حيث ان هي ضعيفة محتاجة تتغزة لبعد استخدام جانين الامح على راجع من هي بشرة اويلي دهنية دهنية صحيح بعد استخدام جانين الامح هتلاقي الحروف اللي هي الخطوط اللي تحت العين بتدي تروح وتختفي مع الاستخدام بتاع جانين الامح ودي طبعا نتيجة كويسة جدا بدون الدخول بقى في قصة الكاميكالز والاستخدام الكتير تقودي بالثلاث والاربع والخمس والستة وشهور تستخدام في حاجات عشان تضيع عليك بس للهالات السودة او الدبائل السودة اللي تبقى تحت العين والخطوط اللي تبقى موجودة في البشرة طيب سؤال مهم يا دكتور بس عشان يعني بعيدا عن مسألة الفيسبوك بس هو ليه علاقة بالاسئلة دي جانين الامح دكتور احنا يمكن استخدمناه في اكتر من سؤال وقولنا ان هو حل مهم جدا لكذا حاجة ليه علاقة بالبشرة ومشاكلها منين يجي جانين الامح او جانين الامح اللي موجود عند العطار بمعنى اصح هو ده الجانين الامح الاصلي الصح اللي هو هيفيدنا كل الفايدة دي ولا بس مقدرش اقولك ان هو الاصلي ولا مش الاصلي بس هي عملية استخلاص جانين الامح عملية معقدة جدا جدا فوق متتخالي وقالدون سينكسون بتاع العطارة هيقعد بالخمستاشر ساعة وحاطت الحاجات وعمل لها فلتريشن ويشيل ويحط وينظف بشكل علمي فقالدون سينكسون هما هيعملوا كده والعملية مكلفة فهو بيجيبه خلاص يعني اللي هو يعني بيشيله وخلاص ويعبف الحاجات بتاعته ويبيعه هو مش فاهم ما هو ايه اللي في الجزء بتاع القمح مفيد للبشر فهو قردي مش هيبقى بالنسبة له هو هيحط كل حاجة على بعضها وهيبقى علينا هو بيبقى فيه جنين القمح بس نسبة جنين القمح اللي بتيبقى موجودة فيه بتبقى وليلة جدا الجنين حمح اللي هو بيبقى اللي بيديك كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي هو مادكال هو طبي شوية فممكن نسأل عليه مثلا في الاماكن اللي هي المختصة بيه الاماكن بيع جنين القمح فيه اماكن مختصة بس بيبيع جنين القمح بس وده بيبقى مور مادكال بيبقى مور افكتف حاليا دكتور دي كانت نقطة مهمة وكان لازم نوضحها طبعا لكل مشاهدينا ودكتور وصلنا معاك لنهاية فقرتنا ويا رب كل الناس يكونوا استفادوا وقدرنا نجاوب على اكبر كم من الاسئلة اللي جات لنا على فيسبوك كما نورنا ومنوركم النهاردة دكتور هاني ثروت خبير العناية بالبشر والشعر نورتانا دكتور نورتو يا شباب مسيح حريك جدا يا دكتور مسيح حضرتك مشاهدين انتظرونا وفقارات مفيدة ومميازة دايما من برنامجكم اشتركوا في القناة